موسيقى اليوم كان فيه يعني بعض الأسئلة تطرح في مجال التغذية كثير من الناس ينشغل في موضوع السعرات الحرارية للأغذية واعتقادا منهم أنه الأكل اللي احنا بناكله هو فقط مرتبط بالسعرات الحرارية كثير من الناس أول ما بروح على السوبر ماركت أو بيكون عنده منتج مباشرة بيقرأ لكل ميت جرام أكم كيلو كالوري أو أكم كيلو جول بمعنى بيحسب السعرات الحرارية وبقول أنه مثلا جسمه اليوم طبعا فيه حواسب كثيرة أو طرق حسابية لحساب يعني مدى احتياج الإنسان اليوم الإنسان بيحتاج ألفين سعر حرارية ألفين وخمسمية تلات تلاف ألف وستمية حسب يعني فبيجي بيطلع الرقم وبيبدأ يحسب أنه أنا جسمي بيحتاج ألف وستمائة سعر حرارية أو ألفين سعر حرارية إذن أنا بدي أبدأ أتناول السعرات الحرارية وبيمسك المنتج هذا فيه مية وستين سعر حرارية هذا فيه أربعين هذا فيه متين وبيضيع يومه وهو ماسك الورغة والجلم ويحسب وهذه من السلوكيات التغذوية الخاطئة وطبعا كثير من الشركات استغلت هذه الموضوع وبدأت تروج فكرة السعرات الحرارية ويظهر لنا منتجات سعرات حرارية قليلة سفر سعرات حرارية كذا إلى آخرين وبالفعل بدأت الناس طبعا مع أنه يطلعو لنا هذا المنتج فيه متين هذا تلاتمية كذا وبدأت الناس تتوجه في موضوع السعرات الحرارية عشان ينسوهم ينسوهم الأساس للمفترض أنه الإنسان يدور عليه يعني وروح مثلا بشر علبة مشروب غازي بقرأ أنه ميت جرام مثلا أو ميت ميلي فيها مثلا مية وخمسين أو يعني أيا كان السعرات الحرارية وهذا الإنسان بنانع ذلك بيمشي إنه أنا أخذت مية وخمسين متين كذا أخذت السعرات الحرارية تبعت في اليوم إذن أنا وضع تمام لا مش تمام أبدا مش تمام آخر شيء وهذه نصيحة أنا بنصحكم إياها آخر شيء في الليبل أو في بطاقة البيان للمنتج أن تبحث عن السعرات الحرارية أبدا والسعرات الحرارية يعني هي استغلت بشكل تجاري لتضليل المستهلك بمعنى راح أضع بلكم مثال بسيط جدا طيب مازال إحنا مش هندور على السعرات الحرارية طيب ندور على إيش؟ دور على المكونات مكونات المنتج والسعرات الحرارية هذه أجتني من وين؟ أجت من وين؟ كل واحد جرام من السكريات كربوهايدريت بغض النظر عن نوعية الكربوهايدريت بيدينا أربعة سعر حرارية وكل واحد جرام بروتين بيدينا أربعة سعر حرارية وكل واحد جرام دهون بيدينا تسعة سعر حرارية وكل واحد كحول جرام من الكحول بيدينا سبعة سعر حرارية أو سبعة كيلو كالوري فبيجي المستهلك أو الإنسان بيقرأ بس السعرات هو قبل ما تقرأ السعرات دور السعرات هده أجتني من وين؟ هل أجت من الكربوهايدريت؟ هل أجتني من البروتين؟ هل أجتني من الدهون؟ هذا أهم شيء أبحث عنه طيب أضرب لكم مثال بسيط جدا لو أنا جبت ملعقة كبيرة من زيت الزتون وملعقة كبيرة من زيت مهدرج دهون مهدرجة يعني مضرة يعني دهون كارثية على جسم الإنسان التنين راح يدوني نفس السعرات الحرارية عشان هيك لما نيجي يقولك خمسة وعشرين مثلا جرام دهون في كل مئة جرام أو خمسة واربعين دهون ما تدورش على السعرات تبعة الدهون طلع هذه الدهون عبارة عن إيش؟ هل هذه الدهون هي عبارة عن دهون طبيعية؟ ولا دهون مهدرجة كارثية؟ فلما نريد أجي أقارن بين معلقة زيت زتون ومعلقة دهون مهدرجة ما باجيش أقول نفس السعرات الحرارية اللي هو بصير تضليل عندنا للمستهلك لا لازم أجي أقول أن السعرات الحرارية تبعت المعلقة الكبيرة من زيت الزيتون هي سهلة الهضم وسهلة الامتصاص وسهلة الحرق بالعكس ممكن تتحول إلى دهون كاسحة للدهون الضارة يعني أنه حارب الدهون بالدهون دهون غير مشبعة زيت الزيتون يقضي أو يكسح أو يكنس الدهون الضارة بينما الدهون المهدرجة اللي أنا أخدتها اللي هي نفس السعرات راح تقدس فيه جسمي على شكل دهون ومع مرور الوقت راح يعمل لي مشاكل في الشرايين قد تسبب تصلب الشرايين شفتوا عاد التنين نفس السعرات لكن شفتوا زيت الزيتون شو عمل وبينما الدهون المهدرجة إيش عملت سؤال تاني لما أنا بدي أجي أمسك علبة مشروبات غازية ويجي يقول لك أن المشروب الغازي يحتوي على كذا سعرات طبعا السعرات جاي من السكر لأنه المشروبات الغازية عبارة عن مشروبات مية وسكر ومواد حافظة وكذا طب تعالي تطلع لي أنه السعرات الحالية ده جت من وين هي جت من السكر الأبيض لحنا بنحاربه وحكينا عنه كتير ومن سنوات الأبحاث والدراسات تحارب هذا السكر إذن السعرات أجتني من وين؟ أجتني من السكر طب أين القيمة الغذائية في المشروبات الغازية؟ ما فيه ما فيه لو أنا جبت نفس السعرات من المشروب الغازي ونفس السعرات من عصير البرتقال هل يعقل أقارن هذا المشروب المصنع بالمشروب الطبيعي اللي خلقه الله؟ أبدا وكذلك لما أنا بدي أجيب أي منتج أنتوا بتكوياه لا تبحث عن السعرات الحالية ونقطة بدي أعرف المصدر السعرات من وين؟ تعرفين الكربوهايدريت في الآخر راح تحول إلى جيلوكوز تمام؟ ويتحول إلى طاقة والفائض والفائض منه سيتحول إلى دهون وهنا دهون عادة تكون صعبة بينما الدهون اللي أنا خدتها راح تخزى الدهون في الجسم لأنه دهون جاهزة لكن إذا هل هناك فرق بين الغير مشبع والمشبع وإلى آخرين دهون مشبعة وغير مشبعة الجسم يتعامل معها بشكل مختلف أو أنه السعرات جاية من البروتين المتعارف عليه أنه كل واحد كيلو جرام من جسمي بيحتاج واحد يعني سبعة من عشرة جرام بروتين أو نقول واحد جرام بروتين يعني واحد وزنه سبعين كيلو بدون سبعين جرام بروتين الجسم هياخد اللي بيحتاجه والمتبقي إيش راح يصير فيه لن يتحول إلى دهون بعكس إيه؟ بعكس السكر خلاص الجسم راح يتخلص منه لذلك لازم أنا أبحث اليوم في لقاء سألتني ست سؤال رائع جدا وقدر خلاني أعمل حلقة اليوم عن هذا الموضوع هو موضوع السعرات الحارية قلت لها ليس كل شيء يحتوي على سعرات حارية عالية يعني هو ضار وليس كل شيء يحتوي على سعرات حارية منخفض يعني هو جيد أضرب لكم مثال الصبغات التي تضاف على المشروبات ما فيها سعراتها سفر الألوان المصنعة الأصباغ الألوان المصنعة سعراتها سفر المنكهات سعراتها منخفضة يعني كاد أن تكون معدومة فالآن عشان أنا جاء أقول أن الأصباغ والملونات والنكهات والمواد الحافظة أن هذه سعراتها سفر أو قليلة السعرات إذن هي مواد منيحة بينما أترك المواد الطبيعية أبدا أبدا إياكم أن تقارنوا بين منتج من صنع الله ومنتج تدخلت فيه الأيد البشرية يجي واحد يقول لك أنا والله بدي أدور على السعرات يعني بقارن بين الموزة مثلا أو بين منتج تاني لا والله بأخذ المنتج بأخذ كيكة ولا كذا ما هي نفس سعرات الموز وهل يقارن الموز اللي بيحتوي على غني جدا بالمصادر بالمعادن والفيتامينات والدون غير مشبعة والمواد المهدئة والمواد المضادة للأكسادر والجهاز المناعة والآخرية أقارنها بقطعة كيك وإن كانت قطعة الكيك مش ممنوعة ولكن ما جيش أقارن وهذه من نقاط الضعف الأولى لنظام اللي بيحكوا عنه نظام السعرات الحالية أبدا لا تبحثوا عن السعرات الحرارية أولا ابحث عن القيم الغذائية ما هي مكونات هذا المنتج ايش تاني شيء دور نسبة الدهون الغير مشبعة مرتفعة المشبعة هل هي متوفرة ولا لا دور على نوع الزبدة المستخدم في هذا المنتج هل هو زبدة طبيعي ولا زبدة مهضرجة دور على هاي الأمور هاد الأمور اللي أهم من موضوع السعرات اللي أهم من موضوع السعرات الحرارية طيب في المقابل بيجي واحد بقول لك زيت الزتون مفيد ورائع وهيكوا بتحكوا عنه ما شاء الله فإحنا طيب ليش مناكل كتير منه طيب ما هو مفيد ما هو أجدادنا كانوا يفدتوا فيه يأكلوا يأكلوا فات بزيت الزتون بنقول لك آه نقطة stop وإن كان هذا المنتج أو هذا المواد الطبيعية المصادر الطبيعية بتسهلكها وحتى وإن كانت آمنة ومن مصادر طبيعية برضو يجب أن تأكل باعتدال ثلث لشرابك وثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المصرفين فلينظر الإنسان إلى طعامه آيات قرآنية فليكن غذاء كدواءك وعالجوا كل مريض بنبات أرضه فوأجلبوا لشفائها ينفع لشفائها شفتوا عادل الأمور يعني الشيء جميل في الموضوع كيف موضوع لا نترك ونحصر عقولنا في جزئية ونترك الجزئيات الأهم في مجال الغذاء والتغذية وهذا الشيء لازم نعلمه للأطفال ونعلمه لحالنا ولما نروح على السوبر ماركت أو نروح نشر أي شيء نبحث تعرفين الله سبحانه وتعالى بقول فلينظر الإنسان إلى طعامه لو الإنسان النظر هنا بمعنى التأمل لو أنت الإنسان مسك التفاحة أو الموزة ويفتح على جوجل بس يكتب فوائد الموز أو فوائد التفاح ويبدأ يقرأ ويتأمل لما يجي يأكل التفاحة يتأمل القشور اللون الأخضر والأحمر والأصفر الألوان هذه المضادة للأكسدة كديش راح تحمي أسامنا من الأمراض الألياف الذائبة والغير ذائبة في الماء اللي بتساعد في حل مشكة الإمساك والتي تخلص الجسم من كولوسترول الضار يطلع الفيتامينات المعادن الكربوهايدريت الموجود فيها هو بياكل يعني يدوق بإحساسه كديش هو أمام نعمة عظيمة من نعم الله تدخل جسمه لأنه في الحضارات السابقة لما كانوا بقولوا أنه تبدأ الأمراض تغزو جسد الإنسان حينما يبدأ بتناول شرابه وطعامه كل شيء يدخل جوف الإنسان إما يسير بالاتجاه الصحة أو باتجاه المرض مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إحنا مش بنقدر ولا هنقدر نعيش الحياة الميثالية لأنه إحنا بنعيش ضمن عادات وتقاليد وضمن وضع اقتصادي كلنا مرتبطين فيه لذلك ناخد بالنا كويس من هذا الموضوع ناخد بالنا كويس من هذا الجانب إنه إحنا نركز كويس في اللي إحنا بناكله ونفكر كويس قبل ما ناكله إيش هو فيديته ونحاول نعدل من السلوكيات قدر الإمكان خلينا نعيش ستين في المية حياة صحية واربين في المية لا بس الستين في المية رح يفرجوا معنا كتير في حياتنا في المصدق والستين بخليهم سبعين لعند ما نحاول إن شاء الله نصل إنه إحنا ناكل صح ونشرب صح وكل يوم بنتعلم كل دقيقة نتعلم بنقرأ وبنتعلم بنحاول نغير ونبدل بنقرأ إنه الشرب في ماء البلاستيك في جنان البلاستيك هي ضارة لأنه عبارة عن بوليمورات لما بتتفاعل مع المشروبات الغازية ممكن تمتج عندي مركبات كميائية إحنا مش عارفينها فبنلجأ نحاول نجيب زجاج أو نجيب الفخار عارفين أوان الفخار اللي هي نعمة أيضا من نعم الله الإناء الفخار اللي بنلاقيه في السوق ومحدش بدور عليه هذا هو جبوه اشربه فيه وجعلنا من الماء كل شيء حي الماء تحتاج إلى حياة وحياة الماء في الفخار في التراب الفخار هو أصل من تراب فوجعلنا من الماء كل شيء حي من وين بنا نجيب الحياة إلى الماء من الفخار ومش من المواسير الحديد المصدية أو من البلاستيك لا فهذه السلوكيات بنحاول نعدلها بنحاول نتعلم الصح ونتبعه ونتعلم الغلط ونتجنبه وأيضا نصيحة لكل المشاهدين الأعزاء حاول دائما أنه أنت تفكر قبل ما تتصرف أو أنه أنت تحكم على أي شيء لأنه اليوم للأسف في عالم الغذاء والتغذي عالم واسع هو مش للأسف هو للأسف في بعض المعلومات الخاطئة اللي ابتصلنا اللي ممكن يكون هدفها الترويجي الترويج للصح هو شيء جميل وأكيد راح يلاقي الناس تتحاربوا وهذه صونة الحياة يعني مهما كنت صح إلا ستجد من يحاربك لكن إذا كنت أنت تنشر ثقافة أنت مقتنع فيها وبالفعل هي الثقافة الصح السمر وهتلاقي لك أتباع كتير بأيدوك وهتلاقي لك أتباع وهتلاقي ناس تتحاربك وهذه السنة كونية الأنبياء يعني بالرغم من قوم يؤمنوا بعدالة الرسالة لكن كانوا يحاربوا حتى من أقرب الناس منهم فإذا كنت صاحب قضية عادلة وتخصص وتؤمن أهم شيء أن تؤمن بما تتحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر